بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأجملان الأزهران الأنوران على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم وسلك طريقتهم إلى يوم الدين ونسألك ربنا أن تحشرنا خلفهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين بفضلك وجودك وكرمك يا رب العالمين أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برامجنا التعليمية الأزهرية نشرح فيها الحديث الشريف دعينا الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل إنه ولي ذلك والقادر عليه هيا بنا أبنائي وبناتي لنرى ماذا أعددنا لكم في حلقة اليوم لقاءنا اليوم أبنائي وبناتي يدور بحول الله عز وجل وقدرته وقوته عن شرح الحديث الذي عنونا له بعنوان بيان رحمة الله بعباده هيا بنا نقرأ نص الحديث سويا عن أبي هريرة إن الله تجاوز لأمة عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم أبنائي وبناتي هذه خصوصية يبدو أنها خصوصية من خصوصيات هذه الأمة الأمة المحمدية إكراما لنبيها محمد صلى الله عليه وسلم فسيدنا المصطفى يقول إن الله تجاوز لأمتي يعني ربنا سبحانه وتعالى غفر وتسامح وتساهل لهذه الأمة عن بعض الأمور هذه الأمور تحدث في خلجات النفس يعني الإنسان وهو قاعد بيكلم مع نفسه بيكلم مع نفسه حتى بصوت عالي لا لهو التفكير أو وسوسة الشيطان للإنسان من غير أن يفعل فهناك أمور يحدث الإنسان بها نفسه أو توسوس النفس بهذا الشيء لصاحبها وهذه تسمى النفس الأمارة التي جاء ذكرها في سورة سيدنا يوسف عليه السلام وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِيْ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيْهِ فهذه النفس قد توسوس لصاحبها بفعل أشياء لا يرضى عنها الله ولا يرضى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي لا تقع ضمن أعمال المؤمنين على الإطلاق غير أن هذا الإنسان كل ما جرى له الوسوسة لم يفعل ولم يتكلم فبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مثل هذه الأشياء عفى الله عنها وتجاوز عنها لأمة محمد صلى الله عليه وسلم هذه الوسوسة هذه الأعمال التي حدث الإنسان بها نفسه بشرط أن تكون دائرة في دائرة الوسوسة فقط وفي دائرة حديث النفس فقط ولم يعملها الإنسان ولم يتكلم بها الإنسان فكل ما كان أنها في داخل نفسه فقط لم يتكلم مع أحد يعني ما فكرش ما حد بصوت عالي يقول الله إذا أنا ناوي أعمل كذا 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 ويتكلم بما يغضي بالله عز وجل لا ما كلمش حد ولا نفذ يعني مش الوسوسة جت له وسوس نفسه وهم بالفعل وقام لينفذ لا كل ما حدث داخل نفسه فقط لم يتحدث به ولم ينفذ فهذه الأمور كلها عفى الله عز وجل عن إثمها وتجاوز عن ذنبها إكراما لأمة الحبيب محمد في شخص نبيها صلى الله عليه وسلم طيب الأمر كده أبقى أنا بقى عندي مطلق الحرية أقعد بقى وفكر وأطلق لخيال العنان في كل لا الموضوع مش كده الموضوع الذي تجاوز الله عز وجل عنه وسامح عليه ما يحدث للإنسان دون إرادة منه يعني غصب عنه إنما يقعد هو بقى ويفن ويوسوس لنفسه ويزين ده بقى داعته وحياته على طول هذا أمر محرم هيا بنا لنرى بعض معاني المفردات الواردة معنا في هذا الحديث ونستزيد من شرح هذا الحديث معاني المفردات من المفردات التي وردت معنا تجاوز التجاوز عدم المؤاخذة والعقوبة فتقول مثلا تجاوز فلان عن فلان أي لم يؤاخذه على فعله ولم يعاقبه والتجاوز في حق الله أولى تجاوز أي عدم المؤاخذة والعقوبة وسوسة خلي بالك بقى ما المقصود بالوسوسة هنا هي حديث النفس والشيطان بما لا نفع فيه الوسوسة حديث النفس وانت قاعد كده عمال بتكلم في نفسك بسطواتي غير مسموع كالذي يحدث نفسه بالسارقة أو الذي يحدث نفسه بترك الصلاة أو الذي يحدث نفسه بكذا أو كذا يبقى الوسوسة حديث النفس والشيطان وهو متخصص في هذه الوسوسة عليه اللعنة حديث النفس والشيطان بما لا نفع فيه ما لم تعمل به أي بالذي حدثت به منفزتش الذي حدثت به النفس نفسها لم تعمل به لم ينطلق من الجوارح على أرض الواقع يبقى دائر في دائرة حديث النفس فقط لم يتجاوزها ما لم تعمل به أي بالذي حدثت به عندي أيضا بعض المباحث العربية الموجودة معنا في هذا الحديث نذكر منها على سبيل المثال أو تكلم خلي بالك أصل تكلم به أصلها تتكلم ما لم تعمل به أو تكلم أصله تتكلم وهو مجزوم بلم الشرح والبيان لهذا الحديث الشريف وفيه نتحدث عن عدة نقاط هامة هذه النقاط هي عفو الله تعالى وتجاوزه عن الأمة المحمدية خصوصية بقى عفو الله تعالى وتجاوزه عن الأمة المحمدية ثم نبين ما يرشد إليه هذا الحديث الشريف ولنبدأ أولا بالعنصر الأول والفكرة الأولى التي يتحدث عنها هذا الحديث وهي التي تدور عن عفو الله تعالى وتجاوزه عن الأمة المحمدية يبين النبي صلى الله عليه وسلم رحمة الله تعالى بهذه الأمة المحمدية بأنه سبحانه تجاوز لأمته صلى الله عليه وسلم عما حدثت به أنفسها بغير اختيار قال الله تعالى وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ مَا لَمْ تَعْمَلْ بِالَّذِي حَدَّثَتْ بِهِ نَفْسَهَا أَوْ تَتَكَلَّمْ بِهِ طيب لو قلنا ما لم تعمل به ده كلام معقول يعني طالما ما نفذتش الكلام أو الحديث الذي حدثت به نفسها ده كلام معقول طيب لو اتكلمت طيب والكلام برضو ما نفذتش لأ ارجع بقى لقوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد حتسجل عليك حتى لو اتكلمت وما نفذتش فأنت تكلمت والكلام فعل الكلام فعل اللسان والمراد بذلك الأبناء والأعزاء أن الوجود الذهني يعني وجود العمل القبيح ده في الزهن لا أثر له طيب الاعتبار بإيه الجزاء على إيه وإنما الاعتبار بالوجود القولي في القوليات والعملي في العمليات عايزين نتوقف هنا شوية ونقول إيه يبقى الإنسان لأي عمل أو أي شيء بيصدر عنه يوجد أولاً لهذا الشيء وجود ذهني يعني في ذهنه وهذا الوجود الذهني لا يؤخذ عليه الإنسان اللي هو ربنا عفى وتجاوز عنه عما وسوسد به نفسها يبقى اسمه وجود إيه؟ وجود ذهني مجرد وجود الفكرة أو العمل في ذهن الإنسان لا مؤاخزة ولا عقابة عليها إطلاقاً وما للعبرة بإيه؟ العبرة في الوجود القولي في القوليات ولذلك قال ما لم تعمل به أو تحق أو تكلم فإذا تكلم به الإنسان فهذا الكلام يعتبر فعلاً الاعتبار في الوجود القولي في القوليات والعمل في العمليات إيه؟ 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 أنا قلت في نفسي أنني لن أصلي هذا وجود ذهني أعاقب عليه؟ لا ثم جاء أحد وجلس إلى جواري فقلت له أنا عزمت على أنني لن أصلي وأخذ عليه نعم وأخذ لماذا؟ لأن الكلام فعل الكلام فعل فعل من اللسان وإن كان نابعاً من القلب قال الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليل مثال تاني في العمليات أنني بالفعل أتى وقت الصلاة ولم أصلي يبقى وجود ذهني أنا قلت في نفسي مش أصلي لا أخذ عليه ثم ذكرت ذلك لأحد تكلمت وأخذ على ذنب ثم جاء بالفعل وقت الصلاة ولم أصلي أخذ يبقى العبرة أن الوجود الذهني لا أثر له لكن العبرة في الوجود القولي في القوليات والوجود العملي في العمليات أي الأشياء التي تعمل وتصدر عن الإنسان هيا بنا نستكمل شرح هذا الحديث أبنائي وبناتي يبقى نكرر مرة أخرى المراد بذلك أن الوجود الذهني لا أثر له وإنما الاعتبار بالوجود القولي في القوليات والعملي في العمليات واضح جدا وضربنا لها عدة أمثلة يبقى الوجود الذهني ليس له أي أثر وإنما الاعتبار القول في القوليات والعمل في العمليات الأسباب بقى لأن ما حدثت به النفس إما أن يتحقق في الخارج باللسان زي الغيبة والنميمة والكذب والقذف ده اللي حدثت به النفس إما أن يتحقق في الخارج باللسان ودني أمثلة فعل اللسان زي الغيبة وفعل اللسان مثل النميمة والكذب والقذف وإما أن يتحقق في الخارج بالجوارح الإيدين والرقلين والعينين كالسرقة والزنا وشرب الخمر والقتل إما أن يتحقق باللسان وإما أن يتحقق بالجوارح فالمراد بالعمل هنا هو عمل الجوارح دون حديث النفس المراد بالعمل هنا هو عمل الجوارح دون حديث النفس فلا يؤاخذ العبد به سواء توطن في النفس أم لم يتوطن ليه؟ لأننا قلنا أنه دائر في دائرة حديث النفس لم يخرج من اللسان ولم يخرج من الجوارح فليس قولا وليس فعلا وإنما هو حديث نفس بيان ما يرشد إليه هذا الحديث الشريف من ذلك نقول ونذكر فضل الله عز وجل وواسع رحمته بعدم المؤاخذة بحديث النفس وإلا كان الإنسان حيبقى محمل بكثير من الذنوب والمعاصي لكثرة أحاديث الإنسان مع نفسه خاصة في الخلوات إنسان طول ما هو قاعد عملي فكر تفكير بتاعه إما أن يكون إيجابيا أم سلبيا إيجابي بمعنى أنه في مرضات الله سلبي بمعنى أنه في معصية الله من هنا كان فضل الله وواسع رحمته بعدم المؤاخذة بحديث النفس عظم مكانة الأمة المحمدية وعطاء الله لها لأجل نبيها وذاك في كتير من المواقف نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ابنائي وبناتي يذكر لنا فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أحاديث كثيرة أعطيت أمتي خمسا لم يعطهن أو أعطيت أمتي في رمضان كذا أو أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي أحاديث كثيرة جدا كل ذلك ما كان إلا لبيان عظم ومكانة الأمة المحمدية وأن الله سبحانه وتعالى دائما العطاء ويجزل العطاء لها من أجل نبيها صلى الله عليه وسلم عدم العزم على المعصية يحول دون وقوع الإنسان فيها عدم العزم على المعصية يحول دون الوقوع فيها الإنسان فكر في معصية ثم لم تستقر المعصية في نفسه بمعنى أنها مرت بفكر مرور عابر ولم يعزم على فعلها فعدم العزم على المعصية وتركها تمر مرورا عابرا على فكر الإنسان عدم العزم هذا يحول يمنع دون الوقوع فيها طيب المؤاخذة المؤاخذة هو الذنب يعني تقع على من عزم على المعصية وشرع فيها يعني بدأ يعملها لا من هم بها لأن الهم من طبيعي غير أنه ينافي الفعل ولم يتصل بها إلى القول أو العمل ودوارت أيضا في قصة يوسف عليه السلام ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه هو ملكان شعيز من المعصية ولكن الهم هنا هو الميل الطبيعي غير أن الله حفظه ولم يكن عنده عزم عليها من الأصل عليه الصلاة والسلام يبقى المؤاخذة تقع على من عزم على المعصية وشرع فيها لا من هم بها ولذلك جاء في الحديث إذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة طيب لو عملها سيئة تكتب له سيئة واحدة وإذا هم عبدي بحسنة ولم يفعلها فاكتبوها له حسنة وإذا فعلها كتبت له حسنة مضاعفة وأنت عارفين طبعا والله يضاعف لمن يشاء المؤاخذة تقع على من عزم على المعصية وشرع فيها لا من هم بها ولم يتصل بها القول أو العمل الأبناء العزاء هنا لنا وقفة هذه الوقفة تدور حول الفرق بين الهم والعزم وعلنا درسنا ذلك قبل ذلك في حديث آخر قلنا أن الهم أن الفكرة مرت على خاطر الإنسان ولم تستقر فيه أما العزم مأخوذ من الإصرار يبقى ناوى فعلا وعقد النية وجهز الأدوات على أن يفعل ما هم به بمعنى أنه عزم عليه يبقى في فرق بين الهم والعزم الهم مرور الفكرة دون استقرار في ذهن الإنسان أما العزم توطين النفس على الفعل ولذلك لما أراد الله أن يعبر كما ذكرت في قصة يوسف ما قالش ولقد عزم قال ولقد همت به وهم بها الميل الطبيعي فكرة بس عابرة والحفظ من الله عز وجل والعصمة له عليه السلام كانت موجودة يبقى تاني هنكرر أن العبرة في الوجود القوليات القول في القوليات والعمل في العمليات إما أن يخرج الفعل فعل لسان غيبة نميمة كذب شهادة الزور وإما أن يخرج الفعل فعل جوارح سرقة قتل زينة قذف كل ما إلى ذلك فعل جوارح بعد أن وصلنا وبينا وشرحنا معاني المفردات والمظاهر اللغوية وشرحنا جزئيات الحديث أود الآن أن أسوق لكم طائفة من الأسئلة لنرى مقدار فهمنا لما قد شرح في هذا الحديث فإلى تلك الأسئلة أقول في السؤال الأول أذكر معاني الكلمات الآتية تجاوز وسوسط ما لم تعمل به تجاوز أحسنتم أبنائي وبناتي أراكم تقولون تجاوز التجاوز هو عدم المؤاخذة والعقوبة ما فيش مؤاخذة وما فيش عقوبة وسوسط الوسوسط هي حديث النفس والشيطان بما لا نفع فيه تبقى معنا الوسوسة حديث النفس والشيطان بما لا نفع فيه ما لم تعمل به أي بالذي حدثت به تكلم عن عفو الله تعالى وتجاوزه عن الأمة المحمدية يبين النبي صلى الله عليه وسلم رحمة الله تعالى بهذه الأمة المحمدية بأنه سبحانه تجاوز لأمته صلى الله عليه وسلم عما عما حدثت به أنفسها بغير اختيار قال الله تعالى ونعلم ما توسوس به نفسه ما لم تعمل بالذي حدثت به نفسها أو تتكلم به وهذا جانب من رضا الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمة المحمدية إكراما لنبيها صلى الله عليه وسلم وحبا منه جل جلاله لهذه الأمة لذا جعلها أمة وسطا كنتم خير أمة أخرجت للناس بل وقال وكذلك جعلناكم أمة وسطا والمراد بذلك أن الوجود الذهني لا أثر له وإنما الاعتبار بالوجود القولي في القوليات والعملي في العمليات أي فعل الجوارح لأنما حدثت به النفس إما أن يتحقق في الخارج باللسان كالغيبة والنميمة والكذب والقذ وإما أن يتحقق في الخارج أيضا بالجوارح الأخرى كالسرقة والزنا وشرب الخمر والقتل فالمراد بالعمل هنا هو عمل الجوارح دون حدث النفس فلا يؤاخذ به العبد سواء توطن في النفس أم لم يتوطن فيها هذا سؤالكم أيضا بطريقتكم تجيبون عليه أذكر أهم ما يؤخذ من الحديث فضل الله وواسع رحمته بعدم المؤاخذة بحديث النفس عظم مكانة الأمة المحمدية وعطاء الله لها لأجل نبيها صلى الله عليه وسلم عدم العزم على المعصية يحولون الوقوع فيها المؤاخذة تقع على من عزم على المعصية وشرع فيها لا من هم بها ولم يتصل بها القول أو العمل أبنائي وبناتي المتأمل والمستعرض والمستكشف لفضل هذه الأمة يجد أن الله عز وجل تفضل من فضله وكرمه وواسع رحمته لهذه الأمة بأفضال كثيرة إكراما لنبي هذه الأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لذلك نحن نشرف ونحمد الله عز وجل أن جعلنا من هذه الأمة فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة فالله عز وجل لا يزال عطاؤه ممتدا لهذه الأمة إكراما لنبيها صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نفخر بذلك إلى هنا نصل أبناء وبناتي إلى ختام حلقتنا هذه والتي شرحنا فيها هذا الحديث الذي يبين أن الله عز وجل تجاوز وعفى وأصفح لهذه الأمة عما وسوسد به نفسها ما لم تعمل به أو تكلم فلك الحمد يا رب على كل نعمة ومن أفضل النعماء قولي لك الحمد إلى اللقاء في حلقة أخرى قريبة قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة